موسيقى الرئيس السيسي يواصل عقد جلسات مع قادة الدول المشاركة بقمة المناخ يؤكد أن مصر ستكون جسرا للطاقة بين إفريقيا وأوروبا الرئيس السيسي يولنو اطلق مبادرة منتدى العالمي للهيدروجين الأخضر بالشراكة مع بلجيكا مدبولي يلتقي مع ممثل الشركات العالمية والمحلية الرعية لقمة المناخ وإشادات بدور مصر المحوري في قضية المناخ التسعة مساء بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش نشرات إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على الانضمام إلى المبادرة تنصيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط منذ إطلاقها للمرة الأولى في عام 2019 وذلك إيمانا منها بأهمية الدور المحوري والذي يمكن لهذه المبادرة أن تقوم به وفي كلمات خلال الجلسة حول مبادرة تنصيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط خلال قمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ شدد السيد الرئيس على السعي لتساق الجهود لمواجهة تغير المناخ مع أفضل العلوم المتاحة بما يضعون على طريق الصحيح نحو تنفيذ أهداف اتفاق بريس هذا وقد شارك بالجلسة رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان والرئيس العراقي وعدد من ممثل الدول وقد أكد سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على الانضمام إلى مبادرة تنصيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط منذ انطلاقها كما أشار سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن هذا الانضمام يأتي إيمانا بأهمية دور مصر المحوري في تنصيق العمل المناخي لقد حرصت مصر على الانضمام إلى مبادرة تنصيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط منذ إطلاقها للمرة الأولى في عام 2019 إيمانا منها باهمية الدولة الذي يمكن لهذه المبادرة أن تقوم به في إطار تنسيق سياسات مواجهة تغيير المناخ بين دول أعضاء المبادرة بما يساهم في تعزيز عمل المناخ وبهود التغلب على آثاره السلبية في محيطنا الإقليم وهي منطقة كما تعلمون تعد من أكثر مناطق العالم تأثرا لتبعات تغيير المناخ وآثاره المدمرة على كافة الأصعدة وهو ما بات واضحا بشكل ملموس خلال السنوات القليلة الماضية التي شهدت أحداثا مناخية قاسية في المنطقة من حرائق للغابات إلى فيضانات وسيول خلفت قسائر بشرية ومادية جسيمة في هذا الإطار شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية المبادرات الطوعية والرمية لحشد الجهود لمواجهة تغير المناخ كما أشر رئيس السيسي إلى أن ما يميز مبادرة تنسيق عمل المناخ بشرق المتوسط والشرق الأوسط هو اتساقها مع أفضل العلوم ولعلكم تتفقون معي أن المبادرات الطوعية الرمية لحشد الدعم لجهود مواجهة تغير المناخ قد أصبحت إحدى أهبة أليات عمل المناخ العالمي لا سيما وأنه قد أصبح من المعلوم أنه على الرغم من المسئولية الرئيسية للدول والحكومات في هذا الجهد إلا أن الأطراف الأخرى غير الحكومية يمكن لها بل يتعين عليها أن تمارس أدوارا مكملة ودعمة انطلاقا من مسئولياتها وعمل بمبادئ التعاون والمشاركة وهنا تأتي أهمية هذه المبادرات التي تتيح المجال لكافة هذه الأطراف لتنسيق سياساتها وجهدها والحقيقة أن ما يميز المبادرة التي نجتمع في إطارها اليوم عن غيرها من المبادرات والجهود هو المكون العلمي الذي تنطوي عليه والذي لا غنى عنه إذا كنا نسعى إلى أن تكون جهودنا لمواجهة تغير المناخ متسقة مع أفضل العلوم المتاحة بما يضعنا على الطريق الصحيح نحو تنفيذ أهداف اتفاق باريس بما في ذلك هدف الواحد لنص درجة ماوية ترجمة نانسي قنقر 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 وفي ختم جلسة قمة رؤساء مبادرة تنصيق عمل المناخ في الشرق المتوسط والشرق الأوسط أثنى رئيس السيسي على جهود المبادرة في تعظيم العمل الإقليمي لمواجهة التغيرات المناخية وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي استعداد بصر للعمل مع كل أعضاء المبادرة لضمان تنفيذ خطة العمل على نحو يساعد في تعظيم قدرة دولنا على مواجهة تغير المناخ أشكركم جميعا على هذا الحوار السري والنقاش البناء والذي يؤكد الأولوية التي أصبح عمل المناخ يتمتع بها في دولنا هذا كذلك التعبير عن إعجابي بما تم عرضه من خطوات تم اتخاذها بالفعل في إطار المبادرة وبخطة العمل الإقليمية التموحة الخاصة بها التي تتصخ مع مبدأ التنفيذ الذي نركز عليه في قمة المناخ هذا العمل إن مصر يسرها أن تعمل خلال الفترة القادمة مع كافة دول الأعضاء أعضاء المبادرة لضمان أن يتم تنفيذ خطة العمل على نحو شامل يساهم في جعل دولنا أكثر قدرة على مواجهة تغير المناخ والتكيف مع أثاره السلبية أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إطلاق مبادرة المنتدى العالمي للهيدروجين الأخضر بالشراكة مع بلجيكا وذلك بهدف إنشاء منصة دائمة للحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للهيدروجين الأخضر ومع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل جاء ذلك في كلمة لسيد رئيس خلال ترأسه والمستشار الألماني أولاف شولتس المائدة المستديرة الاستثمار في مستقبل الطاقة الهيدروجين الأخضر والتي تعقد في إطار فعليات كوب 27 حيث أكد السيد رئيس أن مصطلح الهيدروجين الأخضر بات الأكثر شيوعا واستخداما خلال السنوات القليلة الماضية في سياق الحديث عن التحول نحو الطاقة المتجددة من هذا المنطلق واتساق مع مبدأ التنفيذ لازم نركز عليه في هذه القمة اسمحوا لي أن أعلم من هنا عن مبادرة جديدة عملت مصر عليها مصر عملت عليها مصر وبلجيكا خلال الأشهر الماضية بالتنسيق مع عدد من الشركاء حيث يسعدني اليوم وبالشراكة مع فخامة السيد أليساندر ديكور رئيس زراء بلجيكا أن نعلن عن إطلاق مبادرة المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد والتي تهدف إلى إنشاء منصة دائمة للحوار بين الدول المنتدى والمستهلكة للهيدروجين ومع القطاع الخاص والمنظمات ومؤسسات التمويل العاملة في هذا المجال بغرة تنسيق السياسات والإجراءات وخلق ممرات للتجارة والاستثمار في الهيدروجين بما يساهم في الإسراع من وطيرة الانتقال العادل الذي نصب إليه جميعا كما أكد سعيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الهيدروجين الأخضر يأتي كأحد أبرز الحلول على صعيد التوجه نحو الاقتصاد الأخضر أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي الاتخاذ العديد من الدول لخطوات جادة في هذا الشأن من خلال صياغة سياسات وطنية للهيدروجين الأخضر يأتي الهيدروجين الأخضر كأحد أبرز الحلول على صعيد التوجه نحو الاقتصاد الأخضر خلال السنوات القادمة بما يمسوه من فرصة حقيقية للتنمية الاقتصادية المتوافقة مع رهود مواجهة طغير المناخ ومع هداف اتفاق باريس والحقيقة أن الكثير من الدول قد بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جادة في هذا الاتجاه سواء من خلال صياغة سياسات وطنية للهيدروجين أو من خلال وضع أهداف زمنية طموحة للانتقال التدريجي للهيدروجين الأخضر قمز الرئيسي للطاقة إما من خلال الانتاج المحلي أو الاستراد من الخارج أو كليهما هذا وقد أوضحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المائدة المستديرة حول الاستثمار في مستقبل الطاقة الهيدروجين الأخضر أكد أن مصر كانت من أولى هذه الدول والتي أدركت مبكرا الفرص المتاحة في هذا المجال استنادا إلى إمكانتها الهائلة في إنتاج الطاقة النظيفة والتي ستمكنها من التحول إلى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر كما أعلن السيد الرئيس إطلاق المرحلة الأولى لمشروع إنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات في العين السخنة بالتعاون مع النرويج ولقد كانت مصر من أولى هذه الدول التي أدركت مبكرا الفرص المتاحة في هذا المجال استنادا إلى إمكانتها الهائلة في إنتاج الطاقة النظيفة والتي ستمكنها من التحول إلى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر على المدين المتوسط والبعيد وفي إطار الترجمة العمالية لذلك وكمثال حي على مبدأ التنفيذ الذي نجتمع اليوم تحت مظلاته أقوم اليوم مع فخامة رئيس وزراء المرحلة الأولى لمشروع إنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات في العين السخنة والذي يعدنا المزاجة عمليا للشراكة الاستثمارية المحفزة للتنمية الاقتصادية المستدامة والتي ترتكز إلى جانب دور الحكومات على القطاع الخاص الوطني والأجنبي للعمل يدا بيد في هذا القطاع المصبر كما أكد رئيس سيسي أن دعم منتجي الهيدروجين الأخضر المحليين على نحو يخفض من تكلفة إنتاجهم هو أمر يتسبب في أحداث الخلل بالسوق العالمي للهيدروجين كما أشار سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن ذلك يساهم في إضعاف تنفسية الهيدروجين الأخضر والمنتج بالدول النامية في الحالات القليلة أن تستطيع فيها الدول النامية أن تخطو خطوات ثابتة في هذا المجال كمصر على سبيل المسار يظل عليها مواجهة التحدي الناجم عن توجه بعض الدول لدعم منتج الهيدروجين الأخضر المحليين على نحو يخفض من تكلفة إنتاجهم وهو الأمر الذي يتسبب في إحداث الخلل بالسوق العالمي للهيدروجين ويساهم في إضعاف تنافسية الهيدروجين الأخضر المنتج بالدول النامية مقارنة بنظله من الدول المتقدمة وهنا يضاف إلى التحديات الفنية المرتبطة بالمعايير والاشتراكات الخاصة بتجارة الهيدروجين وتحديد مصادره والتي يتعين أن تتسم بالمرونة مع الحفاظ على مبادئ الشفافية موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي في شرم الشيخ المستشار الألماني أولف شولتس وذلك على هامشنا قادي أعمال القمة العالمية للمناخ كوب 27 وخلال اللقاء اشد الرئيس السيسي بتطور مسار العلاقات السنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في شرم الشيخ المستشار الألماني أولف شولتس وذلك على هامشنا قادي أعمال القمة العالمية للمناخ كوب 27 المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة المستشار الألماني إلى مصر مشيدا سيادته بتطور مسار العلاقات السنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية وهو من عكس على معدل وكثافة تبادل الزيارات بين كبار مسؤول البلدين وآخرها زيارة سيادته إلى برلين في يوليو الماضي ومؤكدا تطلع مصر لتعظيم التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق والتشاور السياسي من جانبه أعرب المستشار الألماني عن خالص التقدير لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة مبديا إعجابه الشديد بالتنظيم المصري المتميز للقمة العالمية للمناخ ومثمنا الروابط الوثيقة بين مصر وألمانيا والزخم الملحوظ الذي تشهده العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية حيث تعتبرها ألمانيا شريكا قويا للتعاون ولمواجهة التحديات المشتركة أشهد رئيس السيسي بدور القيادين لنرويج في التعامل مع التغيرات المناخية وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تدشين المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر والخاص بشركة سكاتف النرويجية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويد وذلك على همش القمة العالمية كوب 27 للمناخ بمدينة السلام شرم الشيخ أشيد بدور القيادة لنرويج في مواجهة تغير المناخ والتعامل مع أثاره والذي يتضح فيه التزاميات السياسية على أعلى مستوى بدعم عمل المناخ الدولي وتعزيز جهود التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر ولعل خير دليل على ذلك هو اجتماعنا اليوم لافتتاح المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر هو ما يمثل فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ ولحج التوافق الدولي على المستوى السياسي حول الموضوعات المختلفة التي يتم التفاوض حولها خلال مؤتمرات الأطراف أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تمتلكها من الطاقة المتجددة كما شدد رئيس السيسي على أن مصر تحرص على تزليل العقبات أمام جميع المستثمرين وعبد المشروع الأملاق لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تعتبر من أهم المواقع الجغرافية على مستوى العالم وهو ما يمكننا من تزليل الهيدروجين الأخضر بسهولة إلى أوروبا ومختلف القرارات الأخرى السيدات والسادة الحضور لقد اتخذت مصر العديد من الإجراءات لتعزيز الاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقات المتجددة التي تمتلكها مصر وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج بها الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كما تحرص الدولة المصرية على تزليل أي عقبات تعوق تلك الاستثمارات ووضع خارطة الطريق لزيادة نسبة تلك الاستثمارات خلال السنوات القادمة أكد الرئيس السيسي أن مصر تشارك بفعالية في جميع مشاريع الربط الكهربائي الأقلمي وأسواق الكهرباء وخلال فعاليات جلسة تتشين المرحلة الأولى لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه جاري العمل على مشروع خط الكهرباء بين مصر واليونان أن الربط الكهربائي واتغارة الطاقة يلعبان دورا مهما في تعزيز أمن الطاقة لذلك تشارك مصر بفعالية كبيرة في جميع مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي وأسواق الكهرباء كما أنه جاري العمل على مشروع خط الربط الكهربائي بين مصر واليونان حيث ستكون مصر جسرا للطاقة بين أوروبا بين إفريقيا وأوروبا ومن الجديد بالذكر أن الربط الكهربائي بين قارتين إفريقيا وأوروبا سوف يعمل على استعابة الطاقات الكهربائية الضخمة التي سيتم إنتاجها من مصادر الطاقات المتجددة في إفريقيا وتحرص مصر على دعم جهود الدول الإفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة خاصة في ظل ما يتمتع وتتمتع به الكثير من الدول الإفريقية بالعديد من مصادر الطاقة المتجددة غير المستغلة ومن المنتظر أن تكون مصر أحد المحاور الأساسية لنقل الطاقة الكهربائية النظيفة إلى أوروبا شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان توقيع مذكرة فهم لتطوير مشروعات القياسات الخاصة بإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الريح بقدرة 10 جيجاوات صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن ذلك جاء على همش فعليات القمة العالمية للمناخ كوب 27 والمقامة حاليا في مدينة شرم الشيخ شهد سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة توقيع مذكرة تفاهم بخصوص إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة تبلغ 10 ألاف ميجاوات وذلك من خلال تحالف شركات مصدر الإماراتية وشركتي حسن علام وإنفينيتي المصريتين وللمزيد من المتابعة حول فعليات كوب 27 من مدينة السلام مدينة شرم الشيخ تنضم إلينا مفادة تلفزيون المصري إلهام نمر إلهام دعيني في صورة نشاطات اليوم الثاني للمؤتمر في أشق الرئاسي خاصة على المستوى الرئاسي المصري والمبادرات التي خرجت أهلا بك هيبة وأهلا بسادة المشاهدين بالفعل تتواصل فعليات كوب 27 لليوم الثاني على التوالي بزخم كبير وكما تبعنا من خلال النشرة أنه سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له أنشطة متعددة حضر عدة جلسات ربما الجلسة الأولى المتعلقة بتنصيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط بالمشاركة مع رئيس قبرص نيكاس أنستيسيادس وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر كانت حريصة على الانضمام لهذه المبادرة منذ إطلاقها عام 2019 وأن المبادرات الطوعية بشكل عام هي من أهم أليات عمل المناخ العالمي وأيضا أن مصر كما سرح سيد الرئيس هي تنضم من منطقة الشرق الأوسط والشرق المتوسط وهي من أكثر مناطق العالم تأثرا بالتغيرات المناخية ومن هنا وارب العمل بشكل جماعي في هذه المنطقة لمواجهة تغيرات المناخ الرئيس قبرصي أشار إلى أهمية العمل الجماعي لمواجهة تدعيات تغير المناخ وربما بهذه المناسبة أشير إلى أن أيضا السيد مارتن جريفث وهو مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قد أكد على نفس هذه النقطة من خلال لقاء الريناء معه في التلفزيون المصري أكد أنه آن الأواني لكي يتكاتف الجميع لمواجهة التغيرات المناخية وأكد أهمية التزام الدول الصناعية القبرى بالالتزام بتعهداتها اتجاه الدول الأكثر ضعفا وأشار إلى مثال واضح هي دولة الصومال التي تعاني من مشاكل عديدة أيضا الرئيس الصومالي أشار في حديثه للتلفزيون عن هذه النقطة وعن عدم عدالة توزيع التمويل من خلال صندوق التكيف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضا حضر جلسة أخرى تتعلق بمستقبل الطاقة والهايدروجين الأقدر والهايدروجين الأقدر هو المستقبل في مجال الطاقة في العالم كل الجلسة كانت أيضا بحضور المستشار الألماني أولاف تشولتس تحدث السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عن اتخاذ مصر بزلها جهود عديدة واتخاذها عدة إجراءات لزيادة الاعتماد على الهايدروجين الأخضر وأعلن عن إطلاق المرحلة الأولى لإنتاج الهايدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أيضا أعلن السيد الرئيس على المبادرة مشتركة بين مصر وبلجيكا لإنشاء المنتدى العالمي للهايدروجين الأخضر الهايدروجين المتجدد كل هذه الجهود بالفعل تؤهل مصر لأن تكون جسر للطاقة المتجددة والطاقة النظيفة بين أفريقيا وبين أوروبا نعم اليوم الثاني من مؤتمر قاب 27 شهد مبادرات أخرى عديدة ربما أبرزها هي مبادرة أسواق القربون الأفريقية الجديدة مبادرة لـ 2050 تتعلق بدعم إنتاج القربون في القارة الأفريقية بالتعاون مع التحالف العالمي للطاقة هي مبادرة أيضا في غاية الأهمية نعم الهم أيضا هناك عدد من المبادرات الذاكية في مجال الهايدروجين الأخضر ومبادرات وطنية كان الدكتور مصطفى مدبولي وقاها اليوم ماذا عن أبرز ما جاء في هذه المبادرات للمشروعات الوطنية الذاكية؟ في الواقع معالي رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي كان له نشاط واضح ومكثف طوال اليوم نرى في القاعات المختلفة في القاب 27 تم توقيع بالفعل عدد من الاتفاقيات في إطار المبادرة الوطنية لمشروعات الخضراء لبرنامج نوفي ووقع أيضا مع نظيره النرويدي مذكرة تفاهم لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح في إطار أيضا خطة مصر لإنشاء شبكات النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة تم توقيع اتفاقية بالأحرف الأولى لإدارة وتشغيل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة الإسكندرية العالمين مطروح هذا الاتفاق في غاية الأهمية لأنه متعلق بإدارة هذا الخط الأول والاستفادة من الشركة الألمانية في تشغيل الخطوط لتفادي مشاكل التداقل بين أكثر من مشغل رئيس الوزراء شارك أيضا اليوم في اجتماع مائدة مستديرة حقيقة في غاية الأهمية بعنوان تغير المناخ والاستدامة في المجتمعات الهشة كانت بحضور رئيس وزراء النرويج رئيس وزراء باكستان وأنتونيو دوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أشار فيها رئيس الوزراء إلى يعني موضوع كان موضوع الندوة في غاية الأهمية متعلق بوجود آليات انظار مبكر للحد من مخاطر الكوارث وابتكار استعدادات شملة للكوارث هذه النقطة يعني نجدها تناقش بكثافة في مؤتمر قاب 27 لأنها من الأهمية بما كان أن تتواجد في الدول التي تتعرض لتداعيات أو أثار التغيرات المناخية للحد من مخاطر الكوارث المناخية أشار أيضا إلى أنه في مصر وبتمويل من صندوق التكيف تم تمويل مشروعين مشروع في جنوب مصر ومشروع في الشمال مشروع في الصعيد بعنوان أنظمة أمن غذائي مرنة جنوب مصر ومشروع الآخر يتعلق بتعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي وفي دلتا النيل وفي مصر أيضا السيدة معي رئيس الوزراء التقى بممثلي الشركات العالمية والمحلية الراعية لقاب 27 والذين أبدوا استعدادهم للمشاركة في تحالف القطاع الخاص للمناخ والمزمع الإعلان عنه إن شاء الله خلال قاب 27 التقى أيضا ماكي بلومبرد وهو رجل الأعمال رجل الاقتصاد ورجل السياسي الأمريكي المشهور وتم مناشة عقد مؤتمر ترويد للفرص الاستثمارية في مصر إن شاء الله العام المقبل ربما في شهر إبريل أو مايو من عشرين تلاتة وعشرين كان له لقاءات ثونئية متعددة أخرى ربما يعني حتى خارج إطار مؤتمر قاب 27 ولكن يعني كان نشاطه مكثف خلال اليوم في الواقع ولكن أيضا أريد أن أشير إلى جلسة أخرى كانت مهمة جدا حضرها وزير الخارجية سامح شكري رئيس قاب 27 هذه الجلسة بعنوان الوفاء بالتعهدات ونحن نعلم أنه يعني هذه الدورة قاب 27 هي قمة التنفيذ تنفيذ التعهدات التي سبق وتم اتخذها في الدورات السابقة الحقيقة يعني هذه الجلسة كانت بتتحدث عن أهمية وضع خطة شاملة ومشتركة بين الدول لحجد العمل العالمي حول 30 نتيجة نتيجة تكايف لأزمة معالجة فجوة التكايف الندوة دي شارك فيها سايمون ستايل سكتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وده بطبيعة الحالي أنه تتعلق بوضع خطة تنفيذية للتكايف الأجندة دي هدفها تعزيز قدرة حوالي 4 مليار شخص حول العالم في المجتمعات الأكثر ضعفا وأكثر تأثرا بتغير المناخ على الصمود في مواجهة تداعيات المناخ بحلول 2030 ربما كان هذا أبرز ما جرى اليوم في إطار اليوم الثاني لكوب 27 أشكرك إلهام على هذه الصورة الوافية إلهام نمر مفادة التلفزيون المصري إلى مدينة السلام مدينة شرم الشيخ وكوب 27 شكرا لك أكد الرئيس الأوكراني بلودمير زيلانسكي أنه لا بد من إيقاف أصوات المدافع لإنقاذ المناخ منوها إلى أنه لا بد من دعم المبادرة في مؤتمر المناخ وتبع الرئيس الأوكراني خلال كلمته بمؤتمر المناخ من مدينة شرم الشيخ أنه يؤيد كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تكون عند طموحات شعبنا السيد الرئيس فخمة رئيس مصر ذكر كلمة مهمة في بيانها الافتتاحي يجب أن نكون عند حجم توقعات الشعوب حول العالم الشعوب التي تعاني أكثر من أي وقت مضى أدعمه في هذا الهدف علينا أن نحرص على ألا تتضاعف المعاناة بسبب الحروب العالم ليس أمامه متسع من الوقت لتصدي لتغير المناخ علينا أن نتخذ خطوات فعالة ونحن بحاجة إلى السلام لتحقيق ذلك كل من يعمل لصالح السلام شهد رئيس مجلس الوزراء دكتور بصافة مدبولي توقيع عدد من التفقيات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء وذلك على هامش النعقاد قمة المناخ بشرم الشيخ أكد مدبولي أن المؤتمر يعتبر قمة التنفيذ لتعهدات الدول لمجابهة الأزمات المناخية مشيرا إلى أن المشروعات الخضراء المصرية التي تم توقيع عدد من اتفاقياتها تعمل على مكافحة التغيرات المناخية أقل لابد أن تنظر إلى هذا المؤتمر كوبا 27 كأنها مصداقية لكافة العهود وتعهدات التي أثقلناها ربما منذ خمس أو ست سنوات مضر وأتذكر هنا على وجه الحدود إذا فشلنا في هذا المؤتمر إلى أن نقلوا هذه التعهدات والالتزامات إلى تنفيذ إذن أنسوا الأمر فيما تعلق بالتغير المناخية لذا أنا سعيد جدا سعيد للغاية بأن نكون هنا معا واليوم كل هذا الحجد وهذه المجموعة المهمة وضعا مع زملائي هودية هنا من الوزراء لتوقيع كل هذه الحزمة من المشروعات التي بالفعل تحت عنوان إنوافي التي ستكون فيما تعلق بالأمن والمياه والأمن المائي والغزائي وأيضا فيما تعلق بالسدامة في النقل وإيباكت للمشروعات الخضراء كل هذا يساهم في تنفيذ خطاتنا المناخية المصرية القومية التي وضعناها لعام 2025 عقد منتدى شباب العالم جلسة نقاشية حول إطلاق منصة شباب العالم لقمة المناخ وذلك في إطار فعليات منطقة الخضراء بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في نسخة السابعة والعشرين والمقام حاليا بمدينة شرمشي الجلسة شهدت حديث عدد من شباب البرنامج الرئاسي حول التعريف بمهمة ورؤية منتدى شباب العالم كما ناقشت الجلسة الفعليات والبرامج المختلفة والتي يقدمها منتدى شباب العالم والتي من بينها معامل منتدى شباب العالم ونماذج المحاكاة المختلفة بالإضافة إلى معرفة كيفية التقديم وحضور فعليات المنتدى وكذلك المزايا الخاصة بالحضور لتلك الفعليات من اكتساب للمهارات الشخصية والقيادية المختلفة كما تناول شباب البرنامج الرئاسي الحديث حول ما تتناوله منصة منتدى شباب العالم من خلال الموضوعات المطروحة على أجندة الأمم المتحدة لقضايا البناخ في النواحي البيئية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية شاركت مؤسسة حياة كريمة في الاجتماع الأول للمجلس الاستشارية لمنظمة شباب بلد والتابعة لليونسيف وذلك ضمن فعليات قمة المناخ يضم المجلس الاستشارية للمنصة عددا كبيرا من شخصيات رفيعة المستوى حيث يجتمعون لاتخاذ قرارات فعالة لتفعيل دور ومشاركة الشباب في مصر وذلك من خلال وضع رؤية واضحة وأهداف في الاجتماع الأول للمجلس تنعاكس على التزامات المنصة تجاه الشباب ولا ضمان ألية حوكمة وطنية فعيلة وشاملة للمنصة حيث تم تشكيل تحالف شباب بلد الذي يتمثل في مهمة أساسية وهي الاستفادة من رأس المالي الاجتماعي والمالي الفردي لدعم تنفيذ حركة شباب بلد في مصر حيث سيجمع كل من الأطراف الممثلة عن الحكومة والأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء التنمية والشباب الذين لديهم القدرة على العمل كمحفزات لتسريع التقدم في مهارات الشباب والتعليم وريادة الأعمال والتوظيف ناقشت الجلسة الثالثة من جلسات منصة منتدى شباب العالم والتي تأتي ضمن فعاليات المنطقة الخضراء بمؤتمر المناخ ناقشت آليات بناء الجسور بين العلم ورسم السياسات للحفاظ على المناخ كما عقدت جلسة أخرى بشأن بناء نظم تعليمية مستدامة تستجيب لقضايا المناخ والبيئة بتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات للسراتيجية التغيرات التي حدثت في العالم بسبب التغيرات المناخية يعني ذلك الفيضانات وحراق الغابات والجفاف التي حصلت كثير من الأرض وابتفاعدة مستوى سطح المية في البحار كل دي أثرت تأثير كبير جدا في بعض الدول على العملية التعليمية يعني لما بيحصل فيضان في مكان ولا يحصل حرائق في مكان فبيعمل الأطفال أولا بيمنحهم من التمادرس بيقبض المدارس بتغلق بالأطفال بيتأثيروا حتى فيه نموهم وفيه نموهم العقلي والوجدان يعني فيه دراسات اتعاملت كتير جدا بتقول لنا أن الأطفال بيتأثيروا تؤثروا كبير جدا بالأثار الملموسة للتغيرات المناخية اعنا عندنا مشروع وطني لغاية عشرين تلاتين ندامنا ثمان سنين كمان أو سبع سنين احنا اللي عملنا في السبع سنين اللي فاتت لو أنت تقول حيتعمل حيبقى نتيجة اللي تعمل اللي حيتعمل مش هيبقى قد اللي فات أنا تصوري وكننا احنا بدأنا السنة دي درجة النمو الاقتصادي كان حوالي ستة وستة من عشرة ده غير الخمسة وستة من عشرة ده غير اللي كان أربعة واثنين من عشرة فأنت كل ما مشيت في عملية التنمية خطوات سريعة التسارع بيحصل بما فيها التسارع المرتبط بالحاجات الأمور الموافقة للبيئة لأن الموافقة للبيئة في الحقيقة من ناحية الاقتصادية البحثة أكثر الطرق لزيادة الثروة المصرية نظامت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني والجماعيات الأهلية المشاركة في مؤتمر أتراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في شرم الشيخ نظمت وقفة أمام المنطقة الخضراء وتطالب تلك الوقفة بسرعة التحرق لإنقاذ الكوكب وقف الانبعاثات الكربونية ومختلف غازات الاحتباس الحراري للوصول لهدف ألا تزيد درجة الحرارة على واحد ونصف درجة مقارنة بما قبل الثورة الصناعية وضرورة حساب الخسائر والأضرار التي تدفع ثمنها الدول النامية ورفعت الوقفة عددا من الشعارات منها من يدفع ثمن الخسائر العدالة المناخية تحركوا الآن لا مزيد من الوعود الزائفة أوقفوا حرق المستقبل تأتي هذه الوقفة في إطار المشاركة الفعالة والقوية من المجتمع المدني المصري في القمة من خلال الندوات والمبادرات والأحداث الجانبية والمعارض بالمنطقتين الخضراء والزرقاء نعاون في توعية الناس بخطورة التغير المناخي ومفهوم المهم من الناس تعرف يعني إيه تغير مناخي يعني وأضراره وتأثيره على البيئة وطبعا لازم نبقى فاهمين كمان يعني إيه جهود مصر العظيمة في القضاء على التأثير السلبي لتغير المناخ نحن جئين عشان نشارك في قاب 27 علشان خاطر نشوف إيه هي الأضرار اللي بتقع على البيئة وبتقع على القرى بتاعتنا القرى الإفريقية وبالتالي نحض من الالتزامات أو من الانبعاثات الكربونية اللي بتأثر على المجتمع ككل وده طبعا تم عرضه قبل كده في أكتر من المؤتمر في الفترات اللي فاتت على السنين اللي فاتت كان أخيرهم 21 وفي توصيات طلعت المؤتمر وعلى أساس كده رئيس الدولة عندنا والجهات المعنية أمد بطرح بعض المقترحات من خلال التوصيات بتاعت المؤتمر أواعي الناس إن هي تحافظ على البيئة وإن من التلويسات البيئية اللي بتحصل ومن التغيرات المناخية برضو عشان دي بتتأثر على الصروة السمكية هنا وعلى البيئة وكده والبحر فاحنا لازم إن احنا نقول للناس يعني إن هي تخلي بالها الطبيعة أقوى مننا كلنا فبلاش نستفز الطبيعة الدول اللي فاكرة نفسها رقم واحد النهاردة في الصناعات وفي التقدم وكل دوت بيجي على حساب البيئة فبكرة إن شاء الله هتكون دي أول الدول اللي الطبيعة تهزمها جاء أساعد بوعي الناس إن هم يحافظوا على البيئة ويحافظوا بالذاتها في مطقة شرم الشيخ إنها منطقة صيحية فيها عاجات كثيرة والناس بيجي لها من كل الحال العالم احنا كمجموعة شباب بالنادي بعدالة منخية ولإن احنا كقارة أفريقيا أكتر قارة متضررة من التغيرات المنخية والاستثمار الغير صديق للبيئة احنا طبعا بالنادي بيكون في مباني زكاية بننادي بتعميم السكوك والسندات الصديقة للبيئة والسندات الخضراء وطبعا إحنا عندنا هنا في مصر في مبادرة بتاعت اتحضر الأخضر بالنسبة للبيئة عندنا بدأ المناخ يتغير يتغير بشكل أسوأ فبدأنا نقول نوصى صوتنا لعالم كله في وجودنا في مدينة شرم الشيخ في مكان آمن لعالم كله وهي مصر فمن وصل صوتنا وصوت العالم كله نقول نحن لابد من تغيير المناخ للأحسن وتحضر الأخضر بما أن المبعثات القربونية بدأت تتزايد في العالم شهدت قمة مؤتمر الأطراف كوبتون تي سيفن والمنعقدة بمدينة السلام مدينة شرم الشيخ زخما إعلاميا عالميا حيث تنقلت وسائل الإعلام العالمية وتطبيقات التواصل الاجتماعي تسلم مصر لرئاسة القمة والآمال المعقودة عليها كما أبرزت وسائل الإعلام مقتطفات من كلمة سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك دعوة سيادته لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية أوضحت الهيئة العامة للاستعلمات أن من بين الصحف والشبكات التي قامت بتغطية أحداث القمة صحيفة واشنطن بوست ووكالة أسوشيتد برس إضافة إلى سي أن أن وشبكة من الإعلام الأوروبي والأسيوي والعربية اشتركوا في القناة تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة لكافة الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة الجولة بدأت بعرض تقديمي لإدارة البحوث الفنية والتطوير تناول استعراض كافة التخصصات بها ومجهوداتها في تطوير وتحديث أسلحة ومعدات القوات المسلحة وفقا لأحدث النظم العالمية بما يلب احتياجات القوات المسلحة وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة وما يحتويه من معدات وأسلحة مختلفة تم تطويرها باستخدام المستشعرات والتكنولوجيات المتقدمة بإدارة البحوث الفنية والتطوير في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى التاسع والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة قامت مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكرية المصرية بالخارج بإحياء ذكرى انتصارات أكتوبر جاء ذلك على طريق تنظيم احتفالات رسمية وبحضور كبار المسؤولين والديبلوماسيين والعسكريين والجاليات المصرية بدول الاعتماد ترسيخا ليوم النصري والكرامة وتخليدا لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم خلال حرب أكتوبر المجيدة وأقدموا أرواحهم من أجل الوطن والشعب المصري العظيم والأمة العربية بأسرها وقعت الكلية الفنية العسكرية بروتوكول تعاون مع جماعة الأسكندرية بهدف تبادل الخبرات العلمية والعملية للبحث العلمي ويهدف البرتوكول إلى تنفيذ بحوث تطبيقية لدعم ونقل وتسويق التكنولوجيا لورش العمل والمشروعات البحثية والدراسات العليا يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجامعات والجهات البحثية المختلفة وتحقيق التعاون العلمي في شتى المجالات أدى 170 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة من خارجي كليات الحقوق والشريعة والقانون من دفعة عام 2019 اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة المستشار عاد العزب إذانا ببدء عملهم في مجلس الدولة جاء أداء أعضاء مجلس الدولة الجدد لليمين القانونية بعد صدور القرار الجمهوري بتعينهم في وظيفة مندوب مساعد بالمجلس استقبال حافل مليء بالترحيب والحفاوة للمندوبين المساعدين الجدد من دفعة 2019 بمجلس الدولة أثناء أدائهم اليمين القانونية بعد القرار الجمهوري بتعينهم في وظيفة مندوب مساعد حلف اليمين أعقبه تهنئة رئيس مجلس الدولة للمعينين وحثهم على تأدية واجبهم القضائية والتمسك بالنصوص التشريعية الحمد لله النهاردة تكليل المجلس الدولة أربع سنوات وسنقتين مجلس الدولة الحمد لله فلنضمم لمجلس الدولة شرف لأي حد وإحنا نضمم للمجلس الدولة حسن الحقوق للحرقية ونتمنى من ربنا إن شاء الله يكون سبب مساعدة الناس سعيد جدا بتعيني قاضي في مجلس الدولة الحمد لله يعني ربنا حقق الحلمه ده بعد تعبه مجهود كبير في الكلية والحمد لله نخرجنا بامتياز مع مرتبة الشرف من حقاين شمس والحمد لله يعني سعيد جدا وإن شاء الله نكون قد المسئولية بعد تعينينا في مجلس الدولة وتحقيق العدل المساوى إن شاء الله طبعا الشعور هو مزيج ما بين شهرين يعني الفخر بالوجود في المكان زي مجلس الدولة وأحساس بالمسئولية في الحاجات اللي قدام إن شاء الله أي حد فينا يتمني أن يكون متواجد في هذا الصلاح العظيم كان حلم حاتي إن شاء الله يكون في يوم الأيام أعطف هذا الصلاح العظيم فبحمد ربنا عز وجل الوجود في هذا المكان 170 مندوبا مساعدا تم تعيينهم من خريج كليات الحقوق والشريعة والقانون بعد إعلان سابق لتقديم أوراقهم ثم اختيار من توافرت فيه الشروط وسط أجواء من البهجة والفرحة بعد أن تحققت أحلامهم في الالتحاق بمجلس الدولة أحد أهم الجهات القضائية المستقلة في مصر هذا فضل من الله الحمد لله أن تواجدنا في هذا الصرح العظيم هو حصن الحقوق والحوريات مجلس الدولة هذا جهد بالكفاح جهدنا طول السنين إلى أربع سنين للسانس والماجستير وشعور يعني ما فيش كلام يوصفه طبعا الحمد لله أن ربنا وفقنا للحظة دي طبعا فرحة عظيمة وشعور كبير الحمد لله ونسأل ربنا سبحانه وتعالى التوفيق فعلى قدر ما هي منزلة سامية أي حد يطمح فيها على قدر برضو ما هي مسئولية كبيرة انتهت مراسم حلف اليمين للمعينين الجدد لتبدأ بعدها إجراءات تسلمهم للعمل بتوزيعهم على الدوائر المختلفة وتوفير كل أدوات التدريب والاطلاع على أحدث علوم القضاء الإدارية لتقديم رسالة قضائية تليق بمكانة هذه الجهة العريقة محمود جميل التلفزيون المصري تواصل وزارة الداخلية فعليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تهدف لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 60% حتى نهاية نوفمبر كما تواصل منظومة أمان توفير هذه السلع بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام تحت رعاية رئيس الجمهورية تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد والتي مدت الوزارة فعالياتها حتى نهاية شهر نوفمبر لتوفير كافة أنواع السلع للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60% بـ 1051 فرعاً لـ 34 سلسلة تجارية على مستوى الجمهورية إضافة إلى أربعة شوادر وكلها موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت مبادرة كويسة جداً وأنا أتمنى أنها تستمر مش بس لطايم معين لكن تستمر طول السنة والله مبادرة كلنا واحد مبادرة هيلة والسيد رئيس موفر كل السلع بأسعار مناسبة ويريد تستمر المبادرة مبادرة كلنا واحد عاملة تخفضات كبيرة وفي تخفضات عن بره يعني عن أسعار بره موجودة هنا في تخفضات كبيرة جداً تتسم المنتجات في المبادرة بجودة عالية ووفرة في المعروض منها لتلبية احتياجات المواطنين حيث تهدف وزارة الداخلية من وراء هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية في ظل الارتفاعات المتباينة في الأسعار تأثراً بالمتغيرات الدولية وهو ما أشاد به المواطنين وبالدور الاجتماعي الذي تقوم به وزارة الداخلية مبادرة والله كويسة نلاقي كل السلع موجودة متواجدة مبادرة جميلة والأسعار جميلة ومتوفرة كل السلع متوفرة وكل حاجة بس يارب تستمر على طول دايماً تبقى الأسعار موجودة كما عدت منظومة أمان كميات كبيرة من العبوات الغذائية بمختلف أنواعها لطرحيها في منافذها السابتة والمتحركة التي تصل إلى 1026 منفاذاً على مستوى الجمهورية بتخفضات تصل إلى 50% بالتوازي مع توفير السلع بهذه المنافذ بتخفضات كبيرة حتى نهاية العام وجميع منافذ منظومة أمان موضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية بصراحة منافذ أمان من الأماكن الممتازة جداً الواحد بدأي اعتمد عليها في الشراء لأن حاجتها ممتازة وكل حاجة أسعارها حلوة وكل حاجة من لقيها فيها ما فيش بها أزمة في أي حاجة المنفذ هنا والله أسعاره حلوة جداً وأقل من برة ومتوفر فيه كل حاجة هنا هو بصراحة بجد حاجة عظيمة جداً الواحد مش عارف يقول إيه لوزارة الداخلية حقيقي يعني الأسعار حلوة والمنتجات كلها متوفرة وبصراحة يعني حاجة كوية تيريش الناس كلها تيجي المكان ده حتبسط قوي بصراحة يعني وقد وفرت وزارة الداخلية عبوات تحتوي سلع غذائية ذات جودة عالية لترحيها للبيع بأسعار رمزية المبادرات اللي بيتم في الدولة من خلال سيادة الرئيس المبادرات دي بترفع الأعباء عن أبناء الشعب المصري في ظل الظروف الاقتصادية اللي احنا بيمر بيها ما زال هناك الدولة عندها من العطاء لرفع الأعباء عن المواطنين يعني النهاردة أنا باخد كرتونة بـ 50 جنيه الكرتونة دي تحتوي على عدة سكر روز زيت يعني أنا لو جيت حسبها على بعضها تعمل خالي 150 جنيه بصراحة أنا بنشكر سيادة الرئيس على المبادرة اللي احنا فيها دلوقتي والأسعار اللي موجودة دلوقتي يعني كرتونة زي دي ممكن تتكلف برها مثلا 120 جنيه أو 130 جنيه احنا بناخدها بـ 50 جنيه دي حاجة كويسة جدا وحاجة تساعدنا على المعيشة اللي احنا فيها الدولة مستمرة في تقديم الدعم والمساندة للمواطنين لتخفيف الأعباء عنهم وهو ما يتجلى فيما تبدله وزارة الداخلية في إطار مبادرتها الاجتماعية كلنا واحد لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة ودعم الأسر الأكثر احتياجا بتوفير السلع لهم بالمجان لو تحتقينا بتلقينا ديناً لنا شرطة وشعر قيام وزارة الداخلية بماد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس الجمهورية يهدف المقام الأول إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من منطلق حرص وزارة الداخلية على تحقيق التواصل مع كافة فيات المجتمع وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية عبدالله بركات التلفزيون المصري تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السهر الرسمية وفي هذا الإطار تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 400 و 270 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 110 أطنان مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تم عضبط قرابة 80 طن كما تم عضبط أكثر من 29 طن في مجال عدم الآلان عن الأسعار بقصد البعية بأزيدة من السهر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال قضايا المخابز تم عضبط 659 قضية من بينها 144 قضية خبز ناقص للوزن و99 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال لضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير فقد تم عضبط 33 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 254 طن والآن نتحول في نشرتنا إلى أخبار الاقتصاد أخبار المال والأعمال في نشرة التسعة تستعرضه لنا الشروق عمد أهلا بك شروق أهلا بك مصطفى أهلا بك هبة أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة أعرب رئيس بجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن شكره وتقديره لجميع الشركاء الرئيسيين والرعاة لقمة المناخ كوب 27 الذين ساهموا في خروج المؤتمر بشكل ناجح وهو ما يعكس درجة عالية من المسؤولية والالتزام من جانب رعاة تجاه قضايا تغير المناخ جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس الوزراء مع الشركاء والرعاة الرئيسيين لقمة المناخ على هامش فعاليات المؤتمر المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ من جانبهم أعرب مسؤول الشركات رعاة المؤتمر عن سعادتهم المشاركة في تنظيم قمة المناخ في دورتها السابعة والعشرين وأكدوا أن مصر باتت تلعب دورا محوريا في قضية المناخ في منطقتها شركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالا سعيد في حدث رفيع المستوى تحت عنوان آلية مواجهة تدعيات تغير المناخ من خلال برنامج الاستجابة للأمن الغذائي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمنعقد ضمن فعاليات الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022 قب 27 وأكدت وزيرة التخطيط خلال مدخلتها أن حدث اليوم يمثل فرصة ممتازة لتصلية الضوء على دور برنامج الاستجابة للأمن الغذائي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مواجهة التحديات المتشابكة لتغير المناخ والتي تهدد الأمن الغذائي لا سيما في ضوء تابعات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا على توفر الحبوب والسلع الغذائية وأسعارها وإلى سوق المال حيث أنهت برصة تعاملات اليوم منتصف جلسات الإسبوع بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعملين العرب وخسر رأس المال السوقي 88 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 761 مليار و520 مليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات تراجع مؤشر EGX30 بنسبة 51% ليغلق عند مستوى 11268 نقطة كما خفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزام بنسبة 28% ليغلق عند مستوى 2231 نقطة كما هبط أيضا مؤشر EGX100 متساوي الأوزام بنسبة 57% ليغلق عند مستوى 3041 نقطة أكدت النقابة العمل للتحاد الوطني للعمال عمال السكك الحديدية ونقل البحري في بريطانيا أن العديد من خدمات السكك الحديدية في المملكة المتحدة ستتأخر عن عملها المعتاد رغم إلغاء الإضرابات المخطط لها خلال الأسبوع الجاري وأحذر الأمين العام للاتحاد الوطني لعمل السكك الحديدية والنقل البحري ميكلانتش اتخاذ إجراءات إضراب خلال الأشهر الستة المقبلة لتأمين إبرام اتفاق حول مطالبهم يذكر أن المملكة المتحدة شهدت العديد من اضرابات عمال السكك الحديدية في أنحاء البلاد حيث يطالبون بزيادة أجورهم لمواكبة التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له منذ عقود في ظل أزمة مرتبطة بتكديف المعيشة انتهت جولتنا الاقتصادية وعودة من جديد إلى هباو مصطفى شكرا لك شروق عماد على هذا العرض المعلوماتي لك تصدي شكرا جزيلا لك أكدت تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين ضرورة تطوير أعمال لجنة العفو الرئاسي لتعمل في إطار تنظمي وبشكل أكبر تترك الصالون السياسي والذي عقدته التنسقية إلى العديد من الملفات وعلى رأسها البواد والإجراءات الخاصة بالحبس الاحتياطي ودمج وتأهيل المفرج عنهم وغيرها من الملفات السياسية السالون كان بيتناول قضية أساسة لجنة العفو الرئاسي لجنة لعبة دور كبير جدا الفترة اللي فاتت والآن في تفكير في مستقبل هذا الدور يمكن أهم المحاور كانت متعلقة بقالتفرقة بين فكرة الاستمرارية وفكرة المأساسة اللجنة بحاجة إلى مأساسة بحاجة إلى قدرات أكبر كمان عشان تقدر تقوم بالدور المأمون منها التكامل كمان ما بين اللجنة وما بين مؤسسات الدولة المعنية سواء المؤسسات المستقلة زي المجلس القومي نحو الإنسان أو المؤسسات البرلمانية المتمثلة في لجان حول الإنسان في مجلس النواب ومجلس الشيوخ أعتقد إحنا بنشوف أن الأسرع في تحقيق العدالة في التوقيت الحالي هيكون من خلال لجنة العفو الرئاسي ومن خلال زيادة وتوسيع صلاحياتها وتوسيع الاختصاصات الممنوحة ليها ومجالات عملها وده مش هيكون إلا من إطار عمل مؤسسي داخل اللجنة من خلال مقر دائم لعملها من خلال أمانة فنية لعملها للعمل بتاعها من خلال لجان مبسقة منها قانونية واقتصادية واجتماعية وده علشان نوصل لأكبر قدر من العدالة لأهلينا وللمواطنين في شتى ربوع الجمهورية اليوم كانت قضية من القضية المهمة المطروحة في الحوار الوطني وهي حول عمل لجنة العفو الرئاسي ومأساسة عمل اللجنة والعمل على أن تتحول اللجنة إلى لجنة لها صلاحيات أوسعة وتعمل في شكل مؤسسي يكون لها إطار أكثر تنظيما وترحت أراء متعددة في هذا الأمر كان هناك رأي أنه لجنة العفو لأنه هناك صلاحيات كبيرة أصبحت لها وهي بحاجة إلى مزيد من الصلاحيات فلابد أن تتحول إلى مؤسسة دائمة متعلقة بالعفو الرئاسي وأيضا هناك وجهة نظر كانت بتقول أنه اللجنة جاءت في ظرف السسنائي وتؤدي مهمتها ثم ينتهي الأمر لكن خلوصنا إلى مجموعة من التوصيات في هذا الأمر كان أهمها أنه اللجنة نتيجة لتوسع أعمالها بفضل دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أمر بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي كان هناك اقتراح ومبادرة لأن تتحول لجنة العفو لأنه يدور بعد العفو الرئاسي بإعادة دمج وتأهيل الشباب الذين يتم إخلاء سبيلهم أو العفو عنهم نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تدولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إلغاء امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي خلال العام الدراسي الجديد 2022-2023 وأكد المركز أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن مشددا على أن نظام التقييم بالصفين الرابع والخامس الابتدائي سيعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة من خلال سلاس أدوات للتقييم من بينها الامتحانات حيث يتم تخصيص 60 درجة للمتحانات وتخصيص 35 درجة للمهام الأدائية وخمس درجات للمواضبة على الحضور لتكون الدرجة النهائية من 100 والآن مع أخبار التقس أحوال التقس ودرجات الحرارة من جديد تستعرضه لنا شروق عنها شكرا لكم مصطفى وهيبة أهلا بحضراتكم من جديد وأخبار التقس ودرجات الحرارة محليا وعالميا يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الأربعاء تقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد لطيف في أول الليل مائل البرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقع غداً على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى القاهرة العظمى 25 الصغرى 18 الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 مطروح 24-15 بورسعيد 25-18 والإسماعيلية 26-14 وعن سويس 25-15 العظمى في العريش 24 والصغرى 17 طابة 24-19 شرم الشيخ 28-20 الغردقة 27-19 والأقصر 28-16 أسوان 28-17 الوادي جديد 27-10 شالتين 28-21 وحلايب 26-21 والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقع غداً في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر 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 والآن نترككم مع أبرز لقطة لهذا اليوم ترجمة نانسي قنقر . شكرا شكرا بهذه اللقطة مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية نشرة التاسعة ولا بيطبق فيها سوى التذكير بأهم العنوين الرئيس السيسي وصل عقد جلسات مع قادة دول المشاركة بقمة المناخ ويؤكد أن مصر ستكون بسرا للطاقة بين إفريقيا وأوروبا الرئيس السيسي يعلن أطلاق مبادرة المنتدى العالمي للهيدروجين الأخضر بالشراكة مع بلجيكا مدبولي يلتقي ممثلي الشركات العالمية والمحلية الرعية لقمة المناخ وإشادات بدور مصر المحوري في قضية المناخ ننتهت نشرة التاسعة لكن هواء التاسعة متوصل معكم والألامي يوسف الحسين مساء الخير يومس مساء النور إزاك هبة إزاك يا مصطفى إزاك يا مصطفى كيف الحال؟ أخبرك إيه؟ قولينا اليوم عاملي معك نهارده دا كلام كتير إحنا هنسيبك في حلقتك وكل التوفيق إحنا هلتكلم على الحتة دي من نهارده بره مساءة جسر التقامة بين إفريقيا وأوروبا وإزاك مصر بتتحول إلى مركز إقليمي بشكل عام أو دا الجون التاني مع رئيس تتكلم على الجون بتاع الغاز المرة دي هيبقى الجون بتاع الهيدروجين الأخضر إن شاء الله مش هطول عليكم حلقة جميلة ولا تاخدوا مني أكتر من كده هردو ناصح لا هنسيبك لمشاهدينك شكرا لأسونا ألف شكرا لكم وهستأذنكم نبدأ فقراتنا